وفق مجلس الوزراء المصري على استصدار قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقالت الحكومة إن القرار يأتي تمهيدا للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكانت الوراق قد شهدت اشتباكات دامية بين سكانها وقوات الشرطة في يوليو الماضي إثر محاولة الأخيرة إزالة منازل لسكان الجزيرة وبينما يؤكد النظام المصري على وجود مخالفات عمرانية بالجزيرة يتهم سكان الجزيرة الحكومة بالتخطيط لترضيهم من مساكنهم وأراضيهم تمهيدا لاستغلالها وبيعها لمستثمرين عرب خاصة بعدما نشرت شركة RSP الإماراتية السنغافورية على موقع فرعها الإماراتية بالإنترنت تصميما هندسيا خاصا بتطوير الجزيرة عقاريا ضم مباني شاهقة وميادين متطورة إلا أنها أزالته بعد ذلك أو بعدما أثير من الجدل على خلفية هذا النشر الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو السيد هشام ياسين الصحف الاقتصادي السيد هشام أهلا بك معنا كما أرحب بضيفي عبر سكايب من القاهرة سيد مجدي شندي رئيس تحرير صحيفة المشهد الإسبوعية سيد شندي أرحب بك معنا أبدأ معك سيد شندي فيما يخص هذا القرار الذي صدر بقرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية وأيضا إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كيف ترى هذا القرار؟ بالتأكيد من حق الدولة أن تقوم بتطوير أي منطقة وليس المهمة في القرار الزاد وإنما الأكثر أهمية هو كيفية التعامل مع الأهالي المواطنين الموجودين على هذه الجزر هل يتم تعويضهم بشكل ملائم يطمن لهم حياة كريمة أم أن المسألة تتضمن طرداً ومنازل وغيره المسألة تتوقف على كيفية التصرف الحكومي تجاه هؤلاء؟ وما إذا كانت ستضعف الاعتبار الحقوق التي الموجودة لهم على هذه الجزيرة الملكيات أو وضليات أو غيره ستضمن لهم أن ينتقلوا إلى حياة مريحة أن يستفيدوا من تطوير هذه الجزيرة أم أن هذا التطوير سيكون على حسابه؟ لكن البعض يرى أو يتخوف من أن هذه محاولة حكومية أخرى من قبل نظام عبد الفتاح السيسي لإزالة هؤلاء السكان من الجزيرة نهائياً كما حاول خلال منتصف العام الماضي خصوصاً وجود الجيش في هذا القرار ممثلاً في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سيد شيندي يعني أنا أظن أن أجهزة الدولة تعلمت من المحاولة التي تمت في يوليا الماضي لإزالة بعض المنازل المخالفة على حد وصفها وما حدث يومها من مواجهات دامية مع الأهالي أدت إلى قتيل وأكثر من جريح وبالتالي لابد أن يكون الأهالي الموجودين على هذه الجزيرة قد دخلوا في الحسابات أهل من حق الدولة أن تطور منطقنا أهل من حق الدولة أن تطور أي منطقة المهمة أن لا يمثل هذا التطوير إدراراً بمواطنين مصريين هذا هو الأكثر أهمية ولا أظن أن الدولة في حاجة إلى قلاقة اجتماعية جديدة في هذا الوقت الحساس والمفترض أنها تتقدم بشكل مقنع لهؤلاء الناس لتفعل ما تريد عن طواعية لهم وليس قهراً أو غصباً إذن سيد الشام الدولة تريد التطوير لا تريد أن يحدث قلاق الأخرى كما حدث منتصف العام الماضي فإذن النية بالنسبة لإكزيتر وراء هي نية التطوير تتفق مع هذا الطرح؟ والله خلينا نقرأ بس في القرار نفسه نتأمل القرار شوي الوراء كانت تابعة لمحافظة الكيزة تلوقتي نقالها تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وربطها مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأول لما حاول أنه يخليها كان المحليات هي التي تكون بعملية الإخلاق بالتعاون مع الشرطة تمام حتى بتحصل مشتات ما بين المواطنين والشرطة في أي عملية من عمليات المحليات بتحصل حتى لو بيخلي سوء أو حاجة فطبيعا أن بيحصل مشتات مع الشرطة إنما تلوقتي ما بقتش الشرطة اللي هتخلي تلوقتي بقت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وبالتالي أي مقاومة للهيئة اللي هي أصلا الهيئة هتطور مش المفترض أن هي تقوم بعملية الإخلاق لو في إخلاق طبعا الهيئة هتطور الناس قاعدة في أماكنها هتطور في إخلال عملية إخلاق وهو هيخلي علشان يطور وعلى فكرة فيه بالإضافة إلى الشركة الإماراتية اللي نشرت تخطيط للمنطقة فيه أحد الصحف المصرية نشرت مخطط عام للمنطقة وتكلمت عن عمل مرينة ومباني طخمة وعمل فنادق سبع نجوم وخط التطوير الشاملة وبعدين في الآخر قال لك هنعمل مساكن بديلة للسكان خط التطوير اللي هم نشروها تيئة مستحيل تتناسب مع نوعية السكان المواطن البسيط الهالي فبالتالي يعني أنت تميل لفكرة محاولة إخلاءها لجزيرة الوراقة وتسلمها لمستثمرها تصميم مش محاولة تصميم على ذلك تصميم على إخلاءها تماما وبعد كده لأنها هيئة الهندسية مش هتبني ولا هتطور ولا هتام هي هتعمل بإثنات بالأمر المباشر لشركة من الشركات أو لمكموعة من الشركات للقيام بعملية التطوير طيب دعنا نشرك معنا ضيف آخر ينضم إلينا عبر الهاتف من الصنبول للصحف الاستقصائي أسامة الصياد أستاذ أسامة أرحب بك معنا إذن لو كنت معنا من البداية ما بين رأيين رأي يتحدث على أن قرار الدولة والنظام بنقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية والتطوير للهيئة الهندسية التبعية للقوات المسلحة هي عملية تطوير في الأساس ورأي آخر يتحدث هذه ليس عملية تطوير هذه بداية لإخلاء الجزيرة من أهلها وتسلمها لمستثمرين سواء الإماراتيين أو غيرهم ما رأيك أنت؟ خاليني بس في البداية أصبح معلومة ألها ضيط من ديور حضرتك اللي بتحدث عنين الشرطة فقط هي من قامت بإخلاء الجزيرة في البداية أو حصر الجزيرة لا هو في البداية يعني الصصف كلها نشرت وجميع وسائل العلم متقت مشاركة قوات من الجيش في الإخلاء منذ البداية يعني المسألة منذ البداية تدخل فيها الجيش حتى إن عبد الفتاح السيسي أشار لهؤلاء السكان اللي في الجزيرة واتهمهم بالتعدي على أراضي الدولة وتعدي على أراضي ملك للدولة بعيدا عن القانون فالمسألة من الأول تدخل فيها الجيش تدخل فيها الأسل الجمهورية حتى إن لو تتذكروا حضرتكم أتذكر السادة المخيرين إن اللواء كامل الوزير ذهب ذهب إلى جزيرة الوراق واجتمع بالأهالي نعم نعم ففي البداية أنا بذكر حضرتكم إن الهيئة الهندسية واللواء كامل الوزير كان في الصورة من البداية صحيح حتى إن الكلام ذا كان بعد إذنة التعديات 16 يوليو 2017 فالمسألة في البداية يعني عايزين نقول أن الجيش في القلب منها أو القوات المسلحة كانت في القلب منها بشكل واضح وليس الأمر تمام خلينا نسجع لمسجوعنا مسألة هل الكلام ده مسألة فتورية أو مسألة يعني مسألة تسمادية للجيش خلينا نسجع للقانون الذي أصدره عبدالفتاح السيسي في ديسمبر 2015 قبيل الأقاد مجلس النواب في مصر القرار كان من شأنه الإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش حتى بعد إخلقها حتى الأراضي التي ستخليها لقوات المسلحة التي تبقيها معها ويمكن لقوات المسلحة استغلالها في أي مشاريع خاصة بالشراكة معها جانبها وأتاح القرار الذي شكل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة أتاح القرار لهذا الجهاز لأول مرة حرية إنشاء شركات جارية عددتا يتكلم عن القرار رقم 466 سنة 2015 كان لتنظيم قواعد تسرب الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة طبعا الكلام كان واضح يتولى الجهاز أو جهاز مشروعات القوات المسلحة تجهيز وإعداد مناطق ومناطق عسكرية بديلة والكلام ده كله للمناطق التي سيخليها الجيش من القواعد العسكرية الهيئة الهندسية حاليا بتشارك في إخلاء أراضي مدنية حاليا يعني الأمر لا يكتفي حتى الأراضي الحسكرية الهيئة الهندسية بتشارك إخلاء أراضي مدنية بدون حتى أستاذ أسامة عقوا حتى لا نكون لا يرى البعض أن هناك مبلغات ما يقال حول أن هذه الأراضي جزيرة الورق تحديدا ستسلم لمستثمرين إماراتيين لإنشاء فنادق خمسة أو سبع نجوم ومنتجعات سياحية ما مدى صحة هذا الكلام من وجهة نظرك يا سيد الفضل حتى الآن هناك تسريبات تتحدث عن هذه المسألة نحن لا نستطيع أن نبزم بشيء أو أن نقول أن هناك ولكن السوابق التي يعني أنا طرحت لحضرتك له هذا القرار لا أتحدث عنه لأنه يتيح للجهاز القطوة المسلحة أنه الفوض في مشاريع خاصة بالشراكة مع أجانب لذلك الأمر منطقي للغاية السوابق 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 في عمليات الزراع أو غيرها أو غيرها من سيطرة على الأراضي في الدولة سوابق تشير إلى أن القطوة المسلحة لديها سابق أو خبرة أو تاريخ يعني يعني تاريخ المرض كما الأطباء يسمون لا هناك تاريخ من الاستلاء ووضعها في أو تفوضها شركات أجنبية أو شركات أو مشاريع استثمارية بدون النظر لستين ألف نحن نتحدث عن ستين ألف من سكان الجزيرة على مساحة ألف وستمائل فدان لأننا لا نتحدث عن طرق صحراوية أو لا نتحدث عن أماكن لقصة مشلحة أماكن يسيطرون عليها لا نتكلم عن عملية إخلاق قصري لهدف الاستثماري الهدف الاستثماري قد نختلف عليه هل الجيش يستثمر بنفسه هل هيفوض شركات أجنبية مثلاً زي الشركات الإماراتية كل هذه التفاصيل أمام الجريمة التي تتم ابقى معي أستاذ وسامة أستاذ ماجدي للحقيقة أنا يمكن طرحت على حضرتك السؤال في الأول فكرة وجود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في القرار الجمهوري سؤالي ليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليه مش أي جهة أخرى خاصة بالتطوير التابعة للدولة أو حتى أي يعني يطرح الأمر بشكل عام على حتى الجهات الخاصة لماذا القوات المسلحة تكون شريك في مثل هذه المشروعات التي تبدو مدنية وعلى أراضي مدنية يعني واضح أنه أن المخطط لجزيرة الوراق هو مشروع كبير وضخم وبالتالي أغلب المشاريع الضخمة التي يعتبر عن نظام مشاريع قومية غالباً ما يتم إثمدها إلى القوات المسلحة بحيث هي الأكثر انضباطاً الأكثر قدرة على الإنجاز حتى وإن كانت تقود العمل في المشروعات وليس بالضرورة أن تنفذه معنى القرار أن هناك شروعاً في تطوير هذه الجزيرة وأن المصريين بانتظار الخطوات التنفيذية لتنفيذ هذا المشروع والإعلان عنه ومعرفة خطواته ومعرفة كيفية التعامل مع الناس الموجودين على الجزيرة أستاذ شندي حضرتك المحت النقطة مهمة قلت ساعات الهيئة الهندسية ممكن تاخد المشروع لكن ليس لازم هي التي تنفذه فيحدث ما نعرفه جميعاً في مصر فكرة مقاول الباطن التي تديها للباطن لشركات منفذة سؤالي هنا هي دخلة ليه هل هي دخلة تاخد عفواً سمصرة يعني ما بين من المنفذين في الأصل لماذا لا تترك الأمر من الأساس طالما هي تديها لمقاول الباطن اللي هم المنفذين المدنيين لشركات مدنية حتى لا يقال أن القوات المسلحة تستفيد من هذه المشروعات استفادات اقتصادية على حساب الناس يعني شوف إدارة المشروعات يعني تتضمن بها أو تستلزي موجود بها أكثر انضباطاً الهيئة الهندسية القوات المسلحة هي في الآخر من يعني شركة مثلها مثل الشركات المصرية الأخرى ربما يعني يكتسب انتماءها للقوات المسلحة قدرة سريعة على الحساب وقدرة على الإنجاز وتحديد مواعيد منضبطة وغيره ليس المهم في أنه الهيئة الهندسية هي تدير هذا المشروع أو لا تديره فالمهم أن يدار المشروع بكفاءة عالية ويستطيع يعني تستطيع الهيئة تحقيق إنجاز فيه أفضل من أي مكان آخر ليس بالضرورة أعتبر لهيئة الهندسية فإنها كيان خارج يعني غير مصري حدش قال إنه غير مصري لكن البعض بيقول أن مثل هذه الشركات كان يجب أن يكون عملها في نطاق ما هو معروف في أعمال القوات المسلحة في جميع أنحاء العالم لكن على تحل ابقى معي سعود إليك ينضم إلينا عبر الهاتف من القائرة الصحف الاقتصادي السيد عصام شعبان أستاذ عصام أهلا بك معنا أعلم أنك من المتابعين بدقة لموضوع جزيرة الوراق القرار الأخير الخاص بنقل التبعية لهيئة المجتمعات العمرانية والتطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة هل هو قرار سلبي للمواطنين الذين يعيشون على جزيرة الوراق أم على العكس قرار إيجابي في الحقيقة القرار ما يغيرش من الوضع شيء لأنه نحن في النهاية أمام مشروع كان مطروح اللي هو مشروع القاهرة 2050 واللي كان طرح بداية من 2005 من أجل التفرق الأصول وبعها وعايدة هيكلة القاهرة وإحلال السكان بسكان جدود وأقامة مشروعات تثمرية وأقامة مشروعات تحديدا سكانية تثمرية على حساب السكان اللي موجودين في هذه المناطق هذه المناطق شمالات الحزام اللي حوالين القاهرة والأماكن اللي بناها الفقراء أو اضطروا إلى العيش فيها ثم أصبحت مرتفعة في الشمن فبدأ التهجير والتخطيط لإخلاق الشكان بطرق مختلفة وهناك يعني عشرات من الحلالات في هذه الإطار وليست فقط جذرة الوراء طبعا جذرة الوراء وعلى الإطلاق على أقامة الكبري الموجود واللي جرى على أراضيهم ولكن يعترضون على خطة التهجير أو المساومة التي تتم والضغوط التي تتم عليهم من أجل أن يتركوا أراضيهم هي دي المسألة الأساسية خليني أسألك بصراحة أكثر سيد عصام عفوا أنا لضيخ الوقت خليني أسألك بصراحة أكثر المستشفى متهلكة البسطة متهلكة كل الخدمات متهلكة سيد عصام وبعد يتم معيارتهم أنهم يصلفوا في النين فالإشكالية هنا أن المنطقة التي تدار بها العملية الاقتصادية والذي يفضل أن الاستثناء في الأصول أو بيع الأصول هو حل الأزمة الاقتصادية وهو لا يرى أن الأصول الاجتماعية السيئة والمقاشة التي قد تنطب من عملية التهجيد على المستشفى عديدة تمثل مسألة خطر سيد عصام أنا سؤالي لحضرتك الأخير وأرجو أن تكون هناك إجابة مختصرة هل تعتقد أن هناك ما زالت نوايا لدى النظام في مصر لإخلاء جزيرة الوراق لصالح مستثمرين أو لإعادة أعمارها بالطبع والمحاولات الصادقة والمتكررة سواء باستخدام العنف المادي والمواجهات والتي أدت إلى قتل أحد الشباب وحبس أخ أهل للسجن وبس الإشعاعات ومحاولة التطريق ما بين أهم الجزيرة باستخدام أليات التطريق المعروف ما بين العائلات الموجودة أو بين حتى يعني للأسف الشديد أقول أن هناك كانت هناك محاولة تغطية للأسف الشديد هناك محاولة سيئة جدا فهناك محاولة للتطوير أهل الجزيرة حتى لكونوا كتلة واحدة ضد مصالة التاجير وشهدت الجزيرة أكثر من ثلاثة وثمالات سماهرية فيها حضور شديد جدا من أهل الجزيرة وأعلنوا أنهم مع التطوير وضد التاجير أن هناك حلول ممكنة يستفاد منها كافة الأطراف الحكومة تستطيع تطوير هذه المنطقة والأهالي يستطيعون أن تبقى فيها بعض تطويرها لكن لا تقول إطلع أو إطلع بالزوء إطلع بالحصار الأمني أو إطلع بأنني أهددك أو بيخوّفك يعني استخدام العنف هناك عنف رامضي هناك عنف لدي يستخدم هناك أشكال كثيرة منهم وأنا أرى أن الخطة مستمرة واستتمرة طالح عراضي الشركات للبيع الصحفي الاقتصادي عصام شعبان الخبيل الاقتصادي يجنس مرها الكبار ويتأذى منها للأسف الشديد شكرا جزيلا سيد عصام شعبان الصحفي الاقتصادي أخيرا أستاذي الشام فيما يخص أن وجود الهيئة هيئة القوات المسلحة الممثلة تحديدا في الهيئة الهندسية عفوا للقوات المسلحة هذا أفضل يعني يعمل على انضباط المشروع وعلى تطويره بشكل سريع تتفق مع طرح الأستاذ شندي لا أنا شايف أن وجود الهيئة الهندسية هو نوع من أنواع الفكرة ليس فكرة التطوير يعني بس عشان بتطوير يعني أنت هتبنلهم مستشفيات فالفكرة هي عملية إخلاء وأعادة بناء فهنا تسبب من أسباب كتل الهيئة الهندسية شكرا جزيلا أستاذ شام ياسين في هذا الجزء أنت باق معنا للأجزاء القادمة في السياق الاقتصادي والملف في المصر كذلك الأستاذ ماجد شندي باق معنا وأشكر ضيفي كان معي عبر الهاتف من إسطنبول الأستاذ أسامة الصياد الصحفي الاستقصائي شاهدين الكلام بعد الفاصل المواصل المسائية وفيها بعد يومين من زيادة رواتب الوزراء والمحافظين غضب بين المعالمين المصريين بعد تجاهل البرلمان مطالب زيادة رواتبهم ابقوا معنا